رعاة الرئيسة العامة لرهبنة الوردية المقدسة الأم إنياسي ليعقوب حفل إطلاق الفيلم الوثائقي كلمة العذراء وخدمتها في البلقاء الذي يؤرخ ويصور خدمة القديسة ميري ألفونسين غطاس في الصلط خلال عامي 1887 و 1889 وفي بداية الحفل الذي حضره أمين عام مزارة السياحة والأثار عيسى جامو والمنسنيور روبيرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران بشار ورده رئيس أساقفة الكلدان في أربيل ولفيف من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والشمامسة والراهبات وأخويات الرعاية وشخصيات عامة وجمع غفير من المدعوين ألقت المستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية في الأردن الأخت مادلين دابابني كلمة أكدت فيها أن هذا الحدث الهام يؤرخ حقبة هامة من حياة راهبة تركت بصمات لا تمحى في تأكيد دور المرأة ومكانتها في هذه المنطقة من العالم إننا نحتفي بهذا الحدث في رحاب صرح من صروح الوردية التي قامت على غيرتي وتفاني وتضحيات الأم مريء الفنسين وأخوات لها من الرعيل الأول اللواتي صلنا وجلنا في ساحات الرسالة والبذل والحرمان وأفنين العمر من أجل خدمة وتثقيف المرأة أما وفتاة وتمكينها من لعب دورها الملقى على عاتقها والإسهام في النهوض ببيتها ومجتمعها ووطنها في ظروف أقل ما يقال فيها إنها عصيبة كما تحدث مخرج الفيلم رائد حنة حول بدايات العمل ومتطلباته والتحضير له حتى لحظة عرضه فقال وعندما بدأت بتصوير الترنيمة التي حملت عنوان هللويا يا مؤمنين داخل قاعة كنيسة انتقال السيدة للتين في الصلط بدأت محاولة الاستكشاف والتعمق من خلال أسئلة التي طرحتها على الراهبات اللواتي يخدمنا في الكنيسة الأخت ماريجان حداد والأخت متيلد السمردلي واكتشفت من خلال إجابتهن أن في أسفل الكنيسة يوجد قبو قد مكثت به القديسة عند قدومها للصلط مما أثار الكثير من المشاعر المختلطة بي وتحمست كثيرا لزيارة القبو ورؤية المكان الذي كانت تقيم به القديسة في الأردن وصدقا زاد حماسي بأن وجدت من يهتم بهذه الفكرة ويدعمها وبالفعل بدأنا العمل بكل اجتهاد وتعاون ومحبة لنقدم لكم هذه المادة هذه المادة التي امتدت رحلة تصويرها لأكثر من ستة شهور من البحث وجمع المعلومات والوثائق وعمل مواد مصورة ومقابلة أشخاص وزيارات متعددة والكثير من الجهد والتعب نتج في محصلتها هذا الفيلم الذي وثق حياة القديسة في الصلط واستعرضت الدكتور باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن رحلة قدوم الأمير الفونسين من بيت ساحور إلى مدينة الصلط وفكرة إقامة المزار بجانب كنيسة اللاتين وعلى نفقتها الخاصة مشيرة إلى قصة إعلانها للعالم قبل عامين قديسة وسلطانة الوردية داعية الجميع إلى زيارة المزار المقدس بهذه المناسبة مناسبة إطلاق الفيلم الوثائقي كلمة العذراء وخدمتها في البلقاء أجدد الشكر لكل من ساعدني بإنجاز مزار الأمير الفونسين غطاس قديسة الوردية المقدسة والمهدة لها ولكنيسة انتقال السيدة العذراء التابعة لبطر كيتر لتين وإلى رهبانت الوردية المقدسة وإلى الصلط المدينة التي تحظى بمكانة خاصة عند كل الأردنيين وإلى الجماعة المؤمنة في كل مكان في مسك الختام لن أنسى أن أشكر هذا الوطن الغالي الكبير المحب الذين عيشوا ونلتأموا فيه بوفاء تحت ظل الراية الهاشمية مثمنة دور وزارة السياحة والأثار ودعم بلدية الصلط الأبية وأشكر لكم حضوركم الكريم من أبناء الصلط ومحبيها من مسيحيين ومسلمين ومن كافة الأخويات والجمعيات الكنسية والمجتمعية فأنتم حماة الوطن الغالي بكل ما فيه من مقدسات وبيوت عبادة يذكر فيها اسم الله وترفع فيها رايات المحبة والسلام وأعربت الأم إنياسيليعقوب الرئيسة العامة لرهبنة الوردية عن فخرها بهذا الفيلم لافتة إلى أن الأم الفونسين والعذراء متحدتان على حب الله حتى استحقت أن يقال عنها كلمة العذراء الأمري ألفونسين صرخة جديدة لنا لنعيد قراءة حياتنا على ضوء الإنجيل المقدس وعلى ضوء هذا الفيلم الوثائقي خاصة لنا نحن أبناء الأردن لنسأل أنفسنا ألا يمكن أن نكون قديسين ما الذي يمنعنا وهنا نموذج لنا ألا يمكن أن نحب كما أحبت ونحتمل الضيق والألم كما قبلت هي ألا يمكن أن نقبل المرض والمصيبة بابتسامة وشكر لله على نعمه ورحمته كما فعلت هي هذه هي الرسالة الروحية والاجتماعية والفكرية والثقافية من هذا الفيلم كما تخلل الحفل تقديم عدد من الترانيم التي قام بأدائها فريق كورال كلية راهبات الوردية في الشمساني بأصواتهم الشجية وفي الختام جرى تكريم المشاركين بإعداد الفيلم إضافة إلى الجهات الداعمة والرعية له تدور أحداث الفيلم الذي تم عرضه على مسرح كلية راهبات الوردية في الشمساني حول قصة إقامة القديسة ميري ألفونسين في مدينة الصلط ويؤرخ بطريقة درامية مصورة مراحل قدومها من بيت ساحور وخدمتها الرعوية والتعليمية لأبناء وبنات المدينة في ذلك الوقت بالإضافة إلى الكثير من الأحداث والحقائق التي اعتمدت من المخطوطات التي كثبتها بنفسها وتسرد فيها مرحلة قدومها وخدمتها في الصلط ومن أبرز الأماكن التي يقدمها الفيلم القبو الذي قطنت به القديسة ميري ألفونسين برفقة عدد من الرهيبات أسفل كنيسة انتقال السيدة للاتين الفيلم من إنتاج مكتب فضائية نورسات في الأردن ورهبنت الوردية المقدسة وتنفيذ شبيبات الأردن للدراما المسيحية